حقيقة اكو رسالة لازم توصل اذا كانت الرسالة موجهة لايران ففخار يكسر بعضه ولا انه دخل هم امريكا وايران اذا مع انه الكثير وانا اعلنتها على مدى عشر سنين كل مرة اكررها لانه هذا المصدر من معلومة من مصدر او مصادر سيادية دولية امريكا تنتظر والاعمار بيد الله وفاة المرشد الايراني وتعتقد ان تغيير النظام في ايران والسياسة الايرانية تعتمد على وفاة المرشد الايراني فلن تتحرك عسكريا ولا تندعم ولن تدعم اي حركة معارضة في ايران مثل ما صارت الثورة الشبابية اللي خرجوا قبل سنتين لانها يمقرر هي تنتظر وفاة الخامنائي وبعدين يقول لك النظام الايراني داخليا هو رح يسقط ويجون الاصلاحيين ويسيطرون وينتهى المحافظين هذا الرؤية الامريكية هل اتغيرت الرؤية الامريكية ان رح تستخدم القوة القوة على منه القوة على ايران من داخل كبسانة اربعين سنة نسمعها ايه احنا اللي همنا العراقية شنو اللي همنا عراقيا اولا خلت تفهم كل الميليشيات انه زمن الميليشيات انتهى نقطر على السطر انتهى 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 فعلى الميليشيات انتهى النفسها هاي نقطر على السطر اثنين على حكومتنا ان تدرك ان لعب الوسيط لم يجدي باي باي هدف عراقي الان مصالحين ايران والسعودية مصالحين وزير الخارجية الايراني الباحي يقول خليج الفارسي ووزير الخارجية السعودي مرد عليه مرد قال لي لا الخليج العربي والله الله يرحمك سعود الفيصل لو كان الامير سعود الفيصل كان قال لي عن اذنك الخليج العربي وروح اسأل التاريخ بس الله يرحمش الامير سعود الفيصل يعني ثعلب السياسة العربية والدولية المهم فاحنا علينا ان ندعو الى جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة هذه التحركات وان نعلن ان احنا في العراق نعتمد سياسة الحياد الايجابي ما ندخل يولى شكوا به نعلن ان احنا اذا كانت تحرك ضد عراق خليضربوه من غير مكو حشو ندخل اذا 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 مستعيلة يعني اربعي سنسمع لكن اذا كانت رسالة للداخل العراقي فعل الداخل العراقي ان يفهم هذه الرسالة انه زمن ميليشيات اتهى وعلينا ان نكون بالزمن مختلف وان يكون العراق قاعدة توازن دولية وليس صراعات دولية هذا اللي عندي حقيقة اشتركوا في القناة